اشتركوا في القناة وايضا قطاع الخدمات وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 3 ملايين و135 ألف سهم بقيمة اجمالية تجاوز 764 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 68 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على اسهم قطاع الخدمات أما بنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فكما نتابع أغلقت في مجملها باللون الأحمر على تراجع ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي يقفلت بتراجع بنسبة 0.61% بإقفال عند مستوى 8886 نقطة في ظل نزول القطاعات الكبرى بقيادة قطاع البنوك التجارية مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت كذلك أغلقت باللون الأحمر بتراجع بنسبة 0.61% بإقفال عند مستوى 6351 نقطة وذلك بتأثير من تراجع كافة المؤشرات في البورصة الكويتية خلال تداولات اليوم سوق أبوظبي للأوراق المالية أغلقت بتراجع بنسبة 0.17% بإقفال عند مستوى 4955 نقطة بسبب تراجع قطاع العقارات بشكل رئيسي سوق دبي المالية أغلقت بتراجع بنسبة 0.72% بإقفال عند مستوى 2614 نقطة بتأثير من تراجع السم قطاعي الاستثمار وأيضا الخدمات المالية أخيرا سوق مسقط للأوراق المالية تراجعت بنسبة 0.08% في تدولات اليوم بإقفال عند مستوى 3915 نقطة مع هبوط مؤشر قطاعي المال وأيضا الخدمات أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أل سعود عن تأييد المملكة العربية السعودية لعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران إيمانا بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران وأشار الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء الذي أجراه سموه مع جريدة الشرق الأوسط إلى أن الاعتداءات على نقلات النفط في الخليج العربي واستهداف مشاءات نفطية في المملكة ومطار أبهى تؤكد أهمية مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم منتقدا توظيف طهران العوائد الاقتصادية للاتفاق النووي في دعم أعمالها العدائية في المنطقة ودعم آلة الفوضى والدمار أظهرت البيانات المالية التي أعلنتها شركة أرامكو السعودية أن الشركة حققت صافي ربح عائد للمساهمين بلغ أكثر من 111 مليار دولار في العام 2018 هذا وحصلت شركة أرامكو في الأول من أبريل الماضي على أول تصنيف ائتماني لها محقيقة أعلى ربحية في العالم خلال عام 2018 كما أعلنت عن تجشين برنامج عالمي لسندات متوسطة الأجل وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مطلع أبريل الماضي أن أرامكو السعودية حققت أرباحا بقيمة 224 مليار دولار خلال سنة 2018 وذلك بعد أن فتحت حسابتها لأول مرة في التاريخ وهو ما يزيد بشدة على أرباح تشغيلية لشركة أبل وإكسون موبيل نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل نائب وزير المناجم في الإكوادور يؤكد أن بلاده تمتلك أكبر منجم للذهب في العالم رفعت الصين رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على أنواع معينة من الصادرات الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبي المصنوعة من الصلب السباكئي وذكرت وزارة التجارة الصينية أن رسوم مكافحة الإغراق تتراوح ما بين 58% و 147% تقفز بذلك الرسوم الجديدة إلى عشرة أمثال الرسوم السابقة وتأتي الزيادة في الرسوم المفروضة على الصلب في ظل نزاع تجاري متصاعد بين الصين والولايات المتحدة أثر على سلع بقيمة مئات المليارات في التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قالت وزيرة الاقتصاد المكسيكية جراسيلا ماركيز إن المكسيك ستكون على استعداد بالرد بالمثل إذا فرضت الرسوم أو الحكومة الأمريكية رسوما جمركية على صادرات بلادها إلى الولايات المتحدة وأضافت الوزيرة إن حكومة المكسيك ستبادر أيضا إلى اتخاذ إجراءات ثنائية ومتعددة الأطراف للدفاع عن مصالحها التجارية إذا استحدثت الولايات المتحدة رسوما جمركية وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة وبالتالي فإن الرسوم الجمركية العقابية التي كان يهدد بفرضها على مكسيكو تم تعليقها إلى أجل غير مسمى ارتفعت التمويلات العالمية المقدمة لمشروعات تواجه التغيير المناخي لأعلى مستوى على الإطلاق بزيادة نسبتها 22% خلال العام الماضي لتصل إلى 43 مليار دولار مقارنة بالعام الأسبق جاء ذلك بدعم من أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم خصوصا في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة التي زادت تمويلتها للمشروعات التي تراعي تغيير المناخي مما عزز المشاريع التي تساعد البلدان النامية على خفض الانبعاثات ومعالجة مخاطر المناخ وارتفعت التنميلات بذلك بنسبة 60% منذ اعتماد اتفاقية باريس في عام 2015 أكد فرنردو بنال جسار نائب وزير المناجم في الإكوادور أن بلاده تمتلك على الأرجح ثاني أكبر منجم للذهب في العالم بالقرب من العاصمة كيتو وقال المسؤول الإكوادوري أن الاستثمار في هذا المناجم سيبدأ في عام 2024 مؤكدا أنه عندما يبدأ بالإنتاج سيكون لديهم ثالث إنتاج من الذهب في العالم وأوضح نائب وزير المناجم أن احتياطات الذهب في هذا المشروع قدرت بـ 25 مليون أونسة والنحاس بـ 11 مليون طن وتابع أن احتياطية الفضة كبيرة جدا ويمكن أن يكون من الأوائل في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر